يستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب بوركينا فاسو في العشرة مساء اليوم على أستاذ القاهرة الدولي تأتي المباراة في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في الأولايات المتحدة وكندا والمكسيك واصطحالة من التفاؤل التي تسود لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم أنهى المنتخب بقيادة كابتن حسام حسن استعداداته لمواجهة منتخب بوركينا فاسو المقرر لها العشرة مساء الخميس على أستاذ القاهرة الدولية الحالة البدنية والفنية بالنسبة للوقت الذي اشتغلنا فيه التجمع والذي احنا جمعنا فيه تجمع عام 28 ثم بدأنا التمهين 29 وكان آخر لاعب جاء كان محمد صلاح فالحمد الله الأمور ليس شكلي أنا راضي عنه جدا الميران الأخير لفريق الفرعنة كان يتسم بالجدية والتركيز لحصد النقاط الثلاث ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 كابتن حسن كلهم بيحفظنا على طريقة لعبه واللعبة كلها دلوقتي أعتقد إن شاء الله أننا جاهزين بكرة كلنا إن شاء الله أننا نفرح الشعب المصر كله إن شاء الله كان منتخب مصر قد خاض ضد بوركينا فاسو سبع مباريات لم يطلق فيها أي هزيمة حيث حقق الفوز في خمس لقاءات وتعادل في مبارتين ما يعزز فرص المتخب في الفوز لإسعاد الملايين من عشاق الساحرة المستديرة أحمد الحسيني التلفزيون المصر